في ختام مباحثات بيانا اليوم اجتماع بين ايران وقوى غربية وسط تراجع الامال بالتوصل الاتفاق في هذه الجولة استقالة وزير الاعلام اللبناني بعد تصريحاته التي فجرت ازمة مع دول خالجية ارتفاع اعداد الاصابات بمتحور كورونا وعلماء بجنوب افريقيا يؤكدون اصابة اوميكرون لكبار السن والاطفال نشرة الاخبار من اكاديمية فوكس اهلا بكم نقلت رويترز عن مسؤولين اوروبيين وايرانيين ان الجولة الحالية من المفاوضات النووية في بيانا ستختتم باجتماع يضم اطراف الاتفاق الموقع عام 2015 عدى الولايات المتحدة والى الان لم تحرز هذه الجولة اي تقدم في مصاري المفاوضات وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهراء افاد مرسلنا في لبنان بان وزير الاعلام جورج قرداحي قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية ورئيس الحكم وكان قرداحي اعلن انس انه سيستقيل مشيرا ان خطوته هذه ستساعد على حلحلة الازمة بين لبنان وبعض دول الخليج اذرى تصريحاته التي ادلى بها قبل اسابيع اشار علماء بجنوب افريقيا الى اصابة متحور الجديد من فيروس كورونا اوميكرون كبار السني والاطفال ويثير المتحور الجديد قلقا في العالم مع استمرار الابحاث عن خصائصه فيما كشفت دراسة طبية اجريت في جنوب افريقيا ان لدى متحور اوميكرون قدرة كبيرة على التهرب من مناعة عدوى كورونا السابقة اعلنت وزارة البشمركا في حكومة كردستان العراق مقتل 12 شخصا واصابة اخرين بهجوم لداعش قرب جبل غرجوق شمالي العراق واعلنت السلطات الكردية ان قوات البشمركا نفذت عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية ان 94 الف جندي روسي ينتشرون قرب حدود البلاد مؤكدة انها لن تهاجم روسيا لكنها جاهزة للرد والقتل واضافت الدفاع الاوكرانية انها تتوقع تصعيدا عسكريا روسيا في نهاية يناير المقبل في الختام تذكير باهم العنوين في ختام مباحثات بيانا اليوم اجتماع بين ايران وقوى غربية وسط تراجع الامال بالتوصل الاتفاق في هذه الجولة استقالة وزير الاعلام اللبناني بعد تصريحاته التي فجرت ازمة مع دول خالجية ارتفاع اعداد الاصابات بمتحور كورونا وعلماء بجنوب افريقيا يؤكدون اصابة اوميكرون لكبار السن والاطفال بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا للمزيد من الاخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس اكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة والى اللقاء